اسرائيل تصاعد وإيران تهدد هذا لسان حال الملف النووي الإيراني بعد طرح مشروع قرار دولي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمته الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وينتقد مستوى تعاون طهران ويدعوها للتعاون الكامل مع الهيئة الأممية رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام لجنة برلمانية طالب مجلس محافظ الوكالة أن يوجه تحذيرا واضحا للمسؤولين الإيرانيين بشأن برنامجهم النووي يردع سياستهم النووية المتسمة بالتحدي نتوقع أن يصدر مجلس المحافظين إشارة تحذير واضحة لطهران ويوضح أنهم إذا واصلوا سياساتهم النووية المتحدية فسوف يدفعون ثمنا باهظا والطق بنت الأسبوع الماضي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفا الجروسي قبل اجتماع مجلس محافظيها وهي المقابلة التي رفضها سياسة إيران شكلا وموضوعا واعتبروا أنها تظهر تأثير إسرائيل على الوكالة وكان نفتالي بنت أوضح أنه بينما تفضل بلاده الدبلوماسية من أجل حرمان إيران من إمكانية تطوير أسلحة نووية فإنها تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس والعمل ضدها من أجل عرقلة برنامجها النووي إذا لم ينجح المجتمع الدولي في ذلك من جهة أخرى نقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه رسمية عن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كويومرث حايدري قول إن إيران ستدمر مدينتي تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ وكان مدير الوكالة رفائيل جروسي اعتبر أن حصول تهران على القدرات اللازمة لصنع قنبلة نووية هو مسألة وقت وطلب جروسي الإيرانيين بتقديم معلومات واضحة بخصوص البرنامج النووي مشروع القرار الجديد يعد مؤشرا على نفادي صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي ويرجح أن يتم التصويت عليه الخميس المقبل تزامنا مع اجتماع مدته أسبوع يعقده مجلس محافظ الوكالة الدرية الذي يضم خمسة وثلاثين عضوة ترجمة نانسي قنقر